مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة في من القاهرة والتي نستعرض فيها مجموعة من أخبارنا المتنوع وأيضا حوارتنا المفصلة لهذا اليوم حوارنا الأول والوقفة الحوارية الأولى تتحدث عن قرارات مجلس الدفاع الوطني وقرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح أسيسي سواء فيما يخص حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أو فيما يخص عن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف عقب أحداث كميستي طنطة والأسكندرية صلاحيات مختلفة ستتضح من خلال القوانين اللازمة التي تمنح هذه الصلاحيات للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سواء فيما يخص انضباط المجالات كافة في مجال الأمن الإعلام الخطاب الديني وأيضا المجال القضاء إذن وقفتنا الحوارية الأولى ستكون مع الأستاذ أحمد عزدين الكاتب والمحلل السياسي حول قرارات سيادة الرئيس بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف أيضا الإعلام كان له شق كبير جدا فيما يخص المسئولية الإعلامية وكلمات سيادة الرئيس فيما يخص حرية الإعلام التي لا تمس أو تؤلم الجمهور أو حتى كان تحديدا أهالي شهداء كميستي طنطة والأسكندرية من خلال المشاهد التي تزعل أكثر من مرة بتصير نوع من الألام ليس فقط لزويهم لكن لكافة المصريين إذن بنتحدث عن المسئولية الإعلامية عن المهنية في التناول للقضايا المختلفة والنهاردة كمان فيه خبر أساسي بين إيدينا أن مجلس النواب وافق على خروج الهيئات السلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة هيكون لنا الحقيقة وقفة أيضا حوارية عن الشق الإعلامي والمسئولية والمهنية مع الدكتور عادل صالح أستاذ الإعلام والاتصال السياسي في حوارنا الثاني النهاردة في ميناء القاهرة خلينا بعد الفاصل نذهب لأبرز الأخبار النهاردة بالطبع عادلة مصر لم تتوقف ضد الأداء للوزارات المختلفة أداء الحكومة، احتياجات المواطنين والحياة اليومية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية مواصلة جهود تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين وكذلك الالتزام بالبرنامج الزمن الخاص بتنفيذ خطة تطوير وزيادة طاقة الشبكة القومية وتوزيع الكهرباء لتحسين كفاءة المنظومة في محافظات الصعيد والتوسط في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع جاء ذلك خلال اجتماع سيادة الرئيس مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر حيث أكد الوزير أن تنفيذ خطة الوزارة لتطوير الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء ستستغرق سنوات بتكلفة تبلغ 37 مليار جنيه لتحسين كفاءة المنظومة وأضاف أيضا أن القدرات الكهربية المنتدى أصبحت تكفي استهلاك المواطنين واحتياجات المشروعات الصناعية دكتور أيمن محمد المتحدث باسم وزارة الكهرباء برحب بيك فان تحياتي فاند محمد أهلا بك دكتور أيمن أبرز ما تم في الاجتماع اليوم وحدتك حدثنا عن كفاءة محطات الكهرباء المختلفة سواء فيما يخص استهلاك المواطنين أو حتى في الاستعداد لتشغيل التقاط الأكبر في المصانع في البداية اسمحيني دواجة باسم وزارة الكهرباء والحاملين بيها خالص العزاء اللي في البحرية وتميناتنا للشفاء لكل المصابين وهو ثقاتنا السبيرة في مصر والمصرين في ساعدتها في تخصى كل الصعب وإن شاء الله بقى تكون في المكان اللي تمت بيها في البداية ثانيا ثانيا من شيء الإيجابي طبعا اهتمام الكهرباء السياسية في تطوير الكهرباء دام مش كديد منذ تولين القيامة السياسية وهو أن المشروعات الكهربية أو تطوير الكهرباء دو أمن قومي ومهم جدا لمشاهة المهين وإحنا بنتكلم على تطوير بتكلفة كبيرة ومشروعات كبيرة استثمارات كبيرة ومتمثلة في حوالي 37.4 مليار جنيه في شبكات النقل بكة وزنية ودية بتطمن توصيل كيار الكهربائي في التطوير المطلوبة خاصة بعد الحمد لله وصلنا في القطاع الثالث اللي هو الإنتاج للتطاق الكهربية بالمشروعات أيضا الاسمارية ومشروعات سينز ودفول فدرات كبيرة بالإضافة إلى ما كم من السيارة دا سمح لي السيارة للوحدات الكهربية أو وحدات الإنتاج التطاق الكهربية في المحطات المنتشرة في جميع مواطق الكهربائية الجدول الزمني دا بيطيخ حك فيهم بيطيخ استمار في طويل التطوير الكهربائية وكمان نحن نحفظ على وصول الشركات تمام لكن رغم دا طبعا يعني كل سنة وحداتك طيب احنا دخلين على فصل الصيف في بعض الانقطاعات في أحياء مختلفة وفي المحافظات خاصة بالنسبة للسعيد محافظات السعيد تحديدا وزير الكهربائي كان له الحقيقة تفسير لهذا الانقطاع ومتى سيتم الحال فإن؟ هو طبعا القطاعات دا مش عايزة أقولها ان هي القطاعات بسبب تخفيف الأحمال ولكنها لو بنتكلم على جنيه مصر أو سعيد مصر معظم المناطق بسعيد مصر بتنمى توصيل الكهربائية عن طريق شبكات النقل وهو دوت اللي كان فيه اهتمام بتوفير تنمينات حوالي 18 مليار جنيه لشبكة النقل فقط ان شاء الله يعني هو من طبعا الخطط تم وضعها وتم توفير جزء منها اذا اقول حضرتك كان ملايات شهر 2 للفات كان بيمد الجزء في جنوب السعيد حوالي دايرتين باقت دايرتين من الضوار والضفط للفاق شهر 2 وشهر 3 الماضي تم اضافة دايرتين اضافيتين من اضافة الى فيه داير اخرى جديدة بسم العمل فيها واضافة اطوال اضافة جهد كمان اه تمام تم انشاءها من خمسة من الستينات يعني اه فده ده بيقمر ان شاء الله بإذن الله تكون الخدرات او الضوارات كهربية للسعيد مصر دي الخدرات اللي هي المطلوبة بإذن ان شاء الله اشكرك يا دكتور ايمن محمد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والخبر التالي بيتعبس عن قرارات الجمهورية بتشكيل الهيئات الاعلامية الثلاث اصدر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القرارات الجمهورية رقم 158-159-169 لعام 2017 بتشكيل المجلس الاعلى لتوظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للأعلام وفقا لنصوص ومواد القانون 92 العام 2016 الذي نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والاعلاميين العاملين بالطبع والصحافة والاعلام والمجلس الاعلى للجماعات ووزارتي الاتصالات والمالية تم اختيار الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد ايسر للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وكرم جبرى رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيسا للهيئة الوطنية من الاعلام رئيس الوزراء امام النواب دماء الشهداء ستزيد الحكومة اسرار على اقتلاع جذور الارهاب وفق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالاجمع باعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر امس وفي بيانه امام مجلس النواب قال رئيس الوزراء ان الطوارئ تأتي في اطار اجراءات استثنائية لمواجهة خطر الارهاب مشيرا الى ان دماء الشهداء لم تنال من عزيمة المصريين او ارادة الدولة المصرية بل بالعكس ستزيد من ارادتهم في اجتساس خطر الارهاب من جذورهم اسمعوا لي ان اعبر مجددا من خلال مجلسكم المؤقر لشعبنا الكريم عن خالص تعازينا القلبية ودعواتنا الصادقة لمن تغمدهم الله تعالى برحمته من ابنائنا الشهداء وتمنياتنا بسرعة الشفاء للجرحة من ضحايا الاحداث الارهابية الاثمة التي شهدتها مصر امس الاول واستهدفت كنيستي ماري جيرجز بطنقة محافظة الغربية وكنيسة ماري موركوس بمحافظة الاسكندرية واقول لأسر البحارة وذويهم من ابناء الوطن مسيحيه ومسلميه اننا معكم قلبا وقالبا في كل لحظة نشعر بكم ونستشعر احزانكم ونعايش الامكم ان تلك الدماء الطاهرة الزكية التي سالت في ديام للوطن لم تذهب هباء او تضيع صدى بل ستخدو وقودا يشحد الهممنا ويعبد عزمنا ويقوي ارادتنا لاكتثاث خطر الارهاب واقتلاع جذوره نهائيا من ارضنا الطيبة اؤكد لكم ان الحكومة تعمل جاهدة باقصى طاقتها منذ اللحظة الاولى لوقوع تلك الاحداث الغادرة على توفير اقصى درجات الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين ساعة السفير اشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء ينضم له عبر الهاتف برحب حضرتك ساعة السفير اهلا وسهلا بيان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل امام مجلس النواب اليوم وبنتحدث عن اجراءات ستقوم بها الحكومة في هذه الفترة الاستثنائية خطة الحكومة على اي نهج ستسير يا فندم في هذه الفترة اولا السيد رئيس الوزراء احب اقول انه اوضح اليوم انه فيها بتناصر واحد انه طبعا في مواجهة شاملة وكاملة لموضوع الارهاب بتستلزم انه يكون فيه تجديد للخطاب الديني بتستلزم انه يكون فيه تكاتف من كافة قوى المجتمع بتستلزم انه يكون فيه وسائل اكثر مرونة وادوات اكثر فعالية لملاحقة الخطر هناك تنسيق طبعا بين مختلف الجهات الامنية لمحاربة الارهاب جاي ما قلنا بعناصره بشكل متكامل من خلال الاعلام من خلال التعليم من خلال الاجراءات الامنية من خلال احكام الرقابة يعني هناك استراتيجية قومية يجري بلوريتها للعمل على مقافحة الارهاب نعم فيما يخص اهالي الشهداء وحالات الاصابات او النصابين فيما يخص الشهداء هو قد تقرر ان يكون فيه يعني بالنسبة لحالات الشهداء والفياد ان يكون فيه تعويض قدر مئة الف جنيه لكل حالة مع معاش الشهداء الذي يبلغ الف خلس مئة جنيه لكل حالة وحتى الان مازال هناك فقيم للمبلغ الذي يتم صرفه لحالات الاصابات نعم انا بشكر حضرتك جزيل شكر السفير اشرى سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء الخمر اقتالي من المانية وتحديدا من مدينة داتروموند حيث انفجار كنبولا قرب حافلة لفريق داتروموند قبل اجراء مباراة مع فريق موناك متأجلة المباراة وقع مساء اليوم الانفجار بالقرب من الحافلة الخاصة بمادي بروسيا داتروموند الالماني الذي كانت تقل اللاعبين الى ملعب سيجنال ومجهة فريق موناك في مباراة ذهاب دور السمانية من دور ابطال اوروبا ذكرت التقارير الاولية ان اللاعب الاسباني مارك بارترا اصيب بجروح اسر هذا الانفجار نقل على اسرها الى المستشفى استاذ اكسام سليمان المحلل السياسي انضم الينا من برلين برحب حضرتك استاذ اكسام استاذ خير استاذ خير فاني التفاصيل فيما يخص هذا الحادث وهل بالفعل حالة اصابة واحدة في اللاعب الاسباني ولا في المزيد من الاصابات الامر المؤكد هو ان هناك حالة اصابة واحدة اي هذا اللاعب الاسباني وان الاصابة لم تحدث من خلال شضية او ما شبه وانما بسبب اه فخصم سجاج نوافذ الحافلة وصفوف اصابة من هذا الزجاج على هذا اللاعب وفتش هادة لاعب كان الى جانبه وقت وقوع الحادثة بمعنى اخر الجروح دائم انها تكون صفية وهو الجريمة الوحيد حتى الان هذا لا يخفص الوقت الصلاة طبعا لكن يخفص الضبا من شأن الحدث بحد ذاته نعم الحدث بحد ذاته حجمه مدى الحجم لهذا الحدث وكيف يتناوله الدخل الالماني هل بتشير اصابة الاتهام لعمل ارهابي هل في نوع من التحقيقات الاولية اظهرت ايا من المؤشرات حولها الشرطة الالمانية طالبت المواطنين بعدم الامعال في التكهنات ونشر الشائعات وما الى ذلك تعرضي في زمن التواصل الاجتماعي ووزائي لكن المؤكد ان ما وقع هو امتجار هذه واضحة واكيدة السؤال الان هو هل خلفنا امتجار اعمال شغاب اعمال ربما من قبل متحمسين لهذا الفريق او ذاك عمل تخريب ماء ام انه عمل ارهابي بالمعنى التقديد الذي مثلنا صامه تحت هذه الكلمة وهو بقصد انتلوجيا او ما الى ذلك لا يوجد ما ينشر الى هذا الامر حتى الان دا على مستوى تطحات اطحات الجهات المعنية وانا على مستوى الصور للتراعين للحافلة وحجم الانضرار التي وقعت بها طريفة التنفيذ التعامل الامن السياسي مع المسجعين ترجيل المباراة يوم واحد فقط كل هذا يوحي بان الامر ليس عملا ارهابية بالمعنى السكردي بقدر ما هو عمل سكردي ربما اه اه مستوى اقل شعنة اشكرك اشكرك الاستاذ اكسام سليمان المحلل السياسي كنت معي من برلين اه حوار اه الحقيقة ادراها ازبيل احمد ابو الحسن اه سيد مأمون شهلة وزير العمل الفلسطيني تحدث فيها الوزير الفلسطيني عن ظروف العمل الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون يوما تنوى الاخر تحت ظروف خامقة من الاحتلال الاسرائيلي تفتيش مداهنات ومضايقات يومية كيف يسير سوق العمل الفلسطيني في هذا الحوار اعزائي المشاهدين اهلا بكم من مؤتمر العمل العربي المنعقد في جمهورية العربية في دورته الرابع والاربعين وانسعدنا في هذا اللقاء ان نلتقي مع السيد مأمون ابو شهلة وزير العمل الفلسطيني اهلا بحضرتك فينا اهلا وسهلا اخي الكريم حياك الله سيادة الوزير بالتأكيد هذا المؤتمر له دلالات كبرى فيما يتعلق بتوفير فرص عمل لشباب بشكل عام في الدول العربية اهم ما خرج به هذا المؤتمر من توصياته شوف اخي الكريم خليني يعطي بس خلفية وسيطة عن الوضع العام عندنا في فلسطين نحن الفلسطين في العالم حوالي 12-13 مليون نصف نعيش داخل فلسطين التاريخية وللاسف تحت الاحتلال الاسرائيلي سواء في غزة او الضفة اولوتس ابنائنا اللي موجودين داخل الارض المحتلة في فلسطين حاليا بالرغم من وجود اتفاق اوسلو اللي اعقبه وجود الحكومة الفلسطينية الا اننا عامليا قطع غزة محاصرين لا يوجد جندي اسرائيلي في داخل قطع غزة لكن اصبحت غزة سجن كبير والسجان هو الاسرائيلي اللي بحاصرنا برا وبحرا وجوا فالضفة الغربية للأسف الشديد اكتر من خمسة وستين في المية من مساحة الضفة الغربية اسرائيل رفضت ان تسلمها لنا ووسعت فيها الاستيطان لدرجة ان هناك حاليا في الضفة الغربية مستوطنين في بعض المناطق اكتر من المواطنين بدأنا في اوسلو عام ال94 عنا حوالي سبعين الف مستوطن داخل فلسطين المحتلة الان اصبح عنا حوالي سبعمية وخمسين الف مستوطن واليهود يزعموا انهم محبين للسلام وانهم يريدوا ان يصلوا الى سلام لكن كل يوم بيقدموا في الارض ويضعوا شعبنا في ظروف صعبة وحولت ابنائنا الى مجموعة من الباحثين عن العمل فقراء عاطلين انا في داخل عبد المحتلة حاليا حوالي مليون وثلاثمائة الف عامل او يد عامل اغلبهم خرجين جامعات من هؤلاء يوجد في الوقت الحاضر نسبة كبيرة يرزحوا تحت البطالة والبطالة بالنسبة انها في فلسطين مش مجرد انكسار اقتصادي ولا نفسي هي للأسف الشديد في كل الدنيا البطالة اسوأ ما بواجه اي مجتمع لكن في فلسطين هي اسوأ من ذلك بكثير لانها تدخل في صلب العمل الوطني الانسان الذي لا يعمل هو مشروع مما ليصبح ارهابي وبحفاسد بكل المقيس الوطنية والاخلاقية وعليه احنا كحكومة فلسطينية في الوقت الحاضر نعمل جهدنا لنجد لابنائنا حياة كريمة البعض يظن ان الحل هو في التوظيف التوظيف غير ممكن في ظروفنا لانه الحكومة الان في ترهو الوظيفة ان اكتر من متين الف يعملوا في الحكومة والقطاع العام والاقتصاد الفلسطيني او القطاع الخاص الفلسطيني هش وضعيف وفرجائل ولا يستطيع ان يعطي فرص عمل للشباب لانه بالاجراءات الاسرائيلية بالحصار الاسرائيلي بالضغط الاسرائيلي ممنهج احنا مؤسساتنا الاقتصادية ضعيفة اكتر من 95% من مؤسساتنا الاقتصادية تشغل اقل من 20 عامل في كل فلسطين المؤسسات التي تشغل اكتر من 100 عامل لا يتجاوز عددها 214 مؤسسة اقتصادية هذا يدل على مقدار المشكلة التي وضعتنا فيها اسرائيل قاصدة لانها تريد اما ان تحول ابنائنا الى الناس محبطين منكسرين او يهاجروا ويتركوا المكان لاسرائيل يأتي من اثيوبيا او من بولندا او من رومانيا الى اخر وعليه احنا عنا مشكلة بطالة حقيقية وبالذات في اوساط الشباب وبالذات في اوساط الخرجين ولو اقول له حضرتك حاجة في غزة لسا الصورة ابشع بكثير من الضفة الغربية لان في بعض ابنائنا في الضفة الغربية للاسف ولا اقولها واشغلوا بالفخر يعملوا ذراء الخط الاخضر يعني داخل اسرائيل وهؤلاء الناس حوالي مئة وخمسين الف يعملوا في والف احنا بنسميها دي 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 ديرتي ودينجورس وديفكلت هذه الوظائف يعني بتعطيهم حتى اجور قليلة وان كانت بمقاييس الوضع الاقتصادي تعتبر مرتفع لانه العامل الفلسطيني اذا اشتغل داخل الضفة الغربية ممكن يحصل على حوالي عشرين دولار في اليوم الى تلاتين دولار لو اشتغل داخل الخط الاخضر في داخل اسرائيل بيحصل حوالي متين الى تلاتمية وهذا الكلام للأسف الشديد سببه ان العالم الذي قدم كل المساعدات لاسرائيل وحرمنا منها من سنة التمانية واربين حتى الان بدأنا احنا والاسرائيليين احنا كنا في وضع اقتصادي افضل منهم سنة التمانية واربين هم الان اربعين ضعف اكثر ثراءا منا وهذا بسبب نقص ما لدينا من امكانيات منع الاستثمارات في بلدنا الاستثمارات ممنوعة ابنائنا في الخارج ممنوعين للدخل على الوطن حتى زيارة وبالتالي اصبحت استشراء الفقر والبطالة اه عفوا ست وزير يعني لكن هناك في الفترة الاخيرة هناك العديد من بروتوكولات التعاون المشترك بين الدول العربية فيما تعلق بالاستثمار وايضا بالعمل في معظم الدول العربية ويعني في محاولة القضاء على البطالة يعني بالتأكيد هذه البرتوكولات الخاصة بإتاحة العديد من فرص العمل لا تأثير ايضا ايجابي في متعلق بالشباب الفلسطيني انا يعني امل ان يكون ذلك حقيقة وامل ان يكون ذلك اه على ارض الواقع موجود في الدول العربية المختلفة لكن اؤكد لك اننا في فلسطين معزولين اه هناك دعم قليل يأتي الينا وهذا الموضوع موضوع سياسي بامتياز اسرائيل تمنع عنا كل انواع المساعدات وتمنع عنا كل انواع الاتفاقيات مع غير مع الدول الاخرى اسرائيل تزعم انها لا تقبل ان تتعامل الا مع الدول التي تعترف بها واغلب الدول العربية لا تعترف باسرائيل وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك اي نوع من العلاقة الناس يمكن ان ما يعرفوش ان احنا تحت الاحتلال يعني عارف ايش معناه تحت الاحتلال يعني جواز سفري مطاقة الهوية المعبر المطار الميناء الجمارك الشيك اللي هو اللي بنتعامل فيها الصادرات الواردات الرسوم الجمارك كله بيد اسرائيل احنا كفلسطينيين احنا للأسف الشديد ارادتنا قوية وارادتنا عالية ونرفض وعصيين على الاستسلام وعلى الانكسار لكن ان احنا بنعاني من معاناة شديدة جدا جدا وانا بطلب من اخوان العرب وجميع انحاء العالم العربي ان يفهموا ظروف الشعب الفلسطيني نحن عمليا اسرائيل تحتلنا واسرائيل مش بس بتحتل ارادة 48 اسرائيل بتحتل كل فلسطين الان فلسطين الان التاريخية لمساحتها 26000 كيلومتر مربع احنا كفلسطينيين 6 ملايين لا نعيش الا في 15% من مساحة فلسطين باقي فلسطين سواء كانت محتلة سنة 48 او محتلة سنة 67 او حتى بعد اتفاق اوسلو واتفاق اوسلو كان مفروض يعطينا غزة والضفة الغربية لكن اخذنا غزة محاصرة والضفة الغربية في الوقت الحاضر 65% منها اسرائيل استورت عليها وكل زي ما قلت حاضرتك انا لما بسافر لازم اخذ اذن من الاسرائيليين لما اخذ تنسيق مع الاسرائيليين جواد سفر يصادر عنهم لما بد استورد ابداع لازم تمر من خلالهم الرسوم اللي بدفعها من خلالهم بدفعها اول الهم بعدين هما بخصموا ما يشاءوا بيبعتوه لباقي وبالتالي احنا في وضع صعب وعليه كل ما يجري في الوطن العربي احنا نراقبه من بعيد لكنه من عدى بعض المساعدات العربية المباشرة لنا التي تأتي بطرق صعبة احنا للأسف الشديد في حصار موريا صعب وحياة ابنائنا يعني بالكاد احنا صامدون لكن الموضوع يعني لما ضربت غزة مثلا ثلاث مرات في خلال خمس سنوات الفين وثمانية تسعة والفين واثمانعش والفين واربع عشر في بيوت اتدمرت في الالفين وثمانية الاليون لم تعمر كان في مؤتمر في القاهرة في الفين واربع عشر بعد الحرب الاخيرة وتعهدت الدول العربية والعالم ان يقدموا لنا مساعدات بحدود خمسة واربع من عشر مليار دولار لعارة اعمار غزة لكن للأسف الشديد الدول العربية دفعت حوالي تلت ما التزمت به ودول الاجنبية دفعت تقريبا تسعين في المئة مما التزمت به لكن هذا كله حتى هذه اللحظة هناك الكثير من البيوت مهدمة الناس لا تجد مكان تسكن فيه فمش بس تشتغل مش بس تنتج ومش بس يكون لها ورش لانه اسرائيل دمرت الورش ودمرت المصانع والطرق ومحطات المجاري والكهرباء والمياه كل شيء مرحب بكم مرة تانية في من القاهرة حوارنا مع الأستاذ أحمد عزدين الخبير في أشؤون السياسية والاستراتيجية مرحب بك يا فهمي وحديثنا سيطول من القاهرة الأخيرة الإرهابية سواء في طنطة أو الأسكندرية ما عقبها أيضا من قرارات رئيس الجمهورية عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني أستاذ أحمد يعني بشكل أب آخر الحالة المصرية والمشهد المصري الآن كيف تقرأه؟ أنا عايز أبدأ الحقيقة من القراءة نفسه يعني من اجتماع مجلس الأمن الوطني الذي اترتب عليه البيان الذي أخذره السيد الرئيس ثم القراءة الأساسين الموجودين فيه وهو إصدار قانون تفعيل حالة الطوارئ يعني حالة الطوارئ موجودة أصلا ولها بنوب وصادقة التجهيز اللي بيحصل بالظبط مش قانون ده قانون لتفعيل الحالة كما هي موجودة تمام أنا بقولك ده إيه الحقيقة؟ لأن وجهات نظر كثيرة أصبحت يعني يا ترى الموقف فيه عمق الحقيقة فبتبص في المسألة يعني مثلا حد يقولك هناك تفجيران حدثة فيه كنستين يعني هل يستدع هذا الموقف أعلان تفعيل حالة الطوارئ في البلاد تفعيل حالة الطوارئ يتم عندما يكون الكائن الوطني مهددا مثلا ثم فيه كنيسة قبل كده يلي فيه المقر الباباوي في القاهرة سبق عن البتروسية البتروسية من ستة أشهر وما عازا لم يصدر ما عازا إيه الجديد ولم يعلن عنه في هذا شوف الناس بتتصور المجلس دفاع الوطني بيجتمع فبيعرى شوط ورق فبيشب شوط شاي فبعد كده يقعدوا يقولوا شوط أرق فاتخذوا قرار بهذا الشكل وطلع رئيسي لا قرار بهذا الشكل إلا أن يكون مستمدا إلى تقدير موقفه يعني من مجموع الرؤى والتقديرات الموجودة لدى الدولة المصرية بأجهزتها وأزروعها وقلوا مستشعرها المختلفة في الداخل والخارج في الآخر خالص بيبقى فيه تقدير موقف بيمبني عليه القرار القرارين والبيان بيستهدوا إلى تقدير موقف طبعا أي ما هو تقدير الموقف؟ ما أعلنش تقدير الموقف وهو طبيعي يبقى فيه موقف السرية وطبعا يبقى داخل ما يستدفع نوت؟ لو أنت قرأت بعمق شوية البيان نفسه الكلمة التي ألقى رئيس عفتاح السيسي حتلاقي استخدم أربع كلمات محددة هذه الكلمات أنا أعتقد أنها ملخص تقدير الموقف قال أننا في مواجهة لما أقول مواجهة يعني فيه تحديات يعني فيه تحديات صحيح قال إحنا في مواجهة نبنا واحد وصفها بأنها طويلة مم واسعة أيوه صحيح خيص طويلة واسعة متواصلة مؤلمة صحيح الأربع كلمات دول ممكن لو أنت انتبهت لهم بدقة شديدة يعطوكي إيه تقدير الموقف اللي تبنى عليه هذه القاوين لما أقول أن أنا عندي مواجهة مع تحديات أو تهديدات هذه التهديدات تتسم بأنها واسعة بمعنى أنها لا تتعلق بكميسة أو بجامع أو بمكان بغرافي محدد وإنما تتسع للكيارة ووطنين وذكر سيادة رئيس ساعتها بتلاتة سبعة والتفويد بمحاربة الإرهاب وبالتالي التفويد حكافة الأوجه وكافة الأسعاد أنا أقصد توصيف التهديد نفسه أربع لقات دول أو أربع دول هم اللي يوصفوني طبيعة التهديد هل أنا أمام تهديد أو أمام يعني له طابع ليس حدث وسيمر له طابع بغرافي محدد ولا هو لما أقول أنه واسع هل أنا أمام تهديد حالي معقد ولا أمام تهديد متواصل زمان يعني له سقف زمني إبقى إحنا بنتكلم عن نوع من التهديدات توصفها بيقول أن سقفها الزمني منتد وأن سقفها الجهرافي أيضا منتد طويل واسع ثم أن هذه التهديدات من شأنها لو حدثت أن تخلفها ألما يعني أن تحدث خسائر ما فالناس تصور المجلس فعال الوطني ثم خروج رئيس لول قلبيان ثم تفعيل حالة الطوارق لابد أن يكون قد انبنى على تقدير موقف دقيق هذه الأنفاظ الأربعة قد تعكس معنى يعني قد بتقدير الموقف اللي انبنى عليه فنحن ونسنى أرامة هديد معقد ولا جزئي ولا لحظي لا وكان فيه مناشدة الحقيقة مش بس للدخل المصري أو مؤسسات المختلفة في مصر ومنها طبعا من مجلس اللغاب لكن كان فيه مداء للمجتمع الدولي أن يتحرك يعني أهمية المحاسبة وأهمية التحرك أن دا كانت تحية تونيك في نفس ذات الوقت أنا ليعنين في الحقيقة أنا ليعنين في البيان كله وهذا قلب الله اللي أنا بقوله دا هو قلب الله وللأسف الشديد لو تم رؤيته بشكل صحيح ما كانش حد قاعد يقول هل من أجل حادستين هل من أجل تفجيرين هل من أجل لها المواصفات الأربعة السابقة دا واحد اتنين المهمة الرئيسية والوظيفة الرئيسية والواجب الرئيسي لرئيس الجمهورية رقم واحد دا لرئيس الجمهورية هو سلامة يعني الضمان الحفاظ على الأمن القومي وسلامة الكائنا الوطني وده في ترتيب أولوياته ووظيفته وواجبه هو رقم واحد وأي شيء آخر بعدها ممكن ياخد رقم اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ما شئتين من الأرقام لما تحط الأمرين درج يبقى لازم تشوف الموقف بشكل مختلف نمرة من الثلاثة انت بتتكلمي لما بتتكلمي عن تهديدات وبتهديدي عن ان هذه التهديدات لها صفات كذا وكذا وكذا اذا الموضوع مرتبط بالأمن انت فيه ظروف ممكنك انك تقولي ان الامن قد تحول الى سلعة ولما يتحول الى سلعة في مصر لا بس هلما بيت يعني ما بيلتصقش بالامن فقط يعني المواجهة او المحاربة او المكافحة بتشمل الاطلاف الكثيرة جدا انت تتكلمي على الامن بالمفهوم الجزئي اه انا بتكلم على الامن بمفهوم الشامل امني على حياتي وتوجودي في البلد يعني امن شامل بما في الاقتصاد بما فيه اه امن البقاء في حد ذاته بقاء الدولة فسلعة الامن اصبحت سلعة اصبحت سلعة الامن نمرت اتنين انها اصبحت اغلى سلعة في العالم لان ما دي ما اذا لم يتحقق الامن فاي شيء اخر منوش تمن انها في السلعة الاغلى مش في مصر ولا في الاقليم لا ده في العالم كله الحقيقة النقطة التالتة المتعلقة بالقصة دي ان احنا لازم ان نفهم من هذا ان مصر واقعة ها تحت اشكال انواع مختلفة من التهديدات وانها تهديدات واسعة ومستمرة وطويلة ومؤلمة ده يعني ايه يعني القرار التاني اللي موجود وهو انشاء المجلس القومي الاعلى لمواجهات الارهاب اه اه التطرف والارهاب انا رأيي قلته اكتر من مرة هنا ان احنا على امتداد السنوات الماضية لما كن في حرب مع الارهاب احنا كنا في حرب مع الارهابيين والفرع كبير جدا يعني الجيش والشرطة بيقتلوا معاركهم في موابعات الارهاب بشكل او باخر جنوبنا يعني ينزفون دما ويعجون اشكال مختلفة من الارهابيين ومش ارهابيين تقليديين زي انا نتكلم على الارهابيين يتصبونها بالاقمار الصناعية ممكن يكون الناس مش مشتبه فيها ولكن لها سوابق حباب ممكن تتكلم عن خرائق جديدة ووجود جديدة وتشكيلات جديدة فانت بتتكلمي عن مواجهة شاملة هذه النقلة هذه النقلة بتشكيل المجلس القومي الاعلى لمحاربة او لمواجهات التطرف قبل الارهاب قبل الارهاب تعني ان كنتي بتنقلي المعركة الان من الحرب على الارهابيين حقيقة الى مرحلة اخرى هي الحرب على الارهاب نفسه بالاسلحة المختلفة اللي بيشملها ضبط الامور او كما وصفها سيادة الرئيس بدبط المنظومة فيما يخص الاعلام الخطاب الديني كل شيء حتى الجانب الاقصاد الاختماعي ولكن الاختماعي الاقصادية جزء من الامن لحظة حاجة مهمة الناس وهي بتعرف الامن الامن لا تعريفة له لان الامن احساس وليس معطمات دي يعني انت ممكن تبقى موجودة وشارع مزدحم بالشرطة وبعجهزة الامن وممكن يبقى الشارع فارغ تماما وتشعرين بك فالامن احساس زي فكرة العدل العدل ايضا مفيش شئ ثابت تقولي هذا عدل وضرعة انما في العدل هو ما يصل الى الناس من احساس ولهذا المصريين اللي ابتكروا فكرة الميزان بتاع العدل اللي هو الرمز للتوازل والتساوي اللي محطوط على المحاجد وهما في الحقيقة الفرعنة ما بتكرموش بس لفكرة العدل في الدنيا انما بتكرموش لفكرة العدل حتى في الحياة الاخرى وفي الحياة الاخرى حتى قبل ما الانبياء ينزلوا والوحي والمرسلين الى اخرين سيد احمد بتتوقع ايه من صلاحيات صحيح التشكيل لم يدهر بعد بالنسبة لمجلس القومي الاعلى لمحاربة الارهاب والتطرف ولا القوانين اللي هات تماهد له هذه الصلاحيات في المناح كافة انا مش مجغول اوي بالصلاحيات هو الرئيس قال انه سى احقص صلاحياته كاملة يعني اثق بهذا لكن الوظيفة بتاعته محددة في الحرب على الارهاب في مواجهة التطرف على الارهاب اذا هي مسؤولية فكرية ثقافية سياسية اقتصادية اجتماعية الى اخرية نعم وبتنسيخ كامل انت بتديري في طوال فترة طويلة معركتك بطريقة ادارة الازمة هذا المجلس يمكن ان يشكل جهاز انزار مبكر لازمات مش بتتعامي مع الازمة عند وقوعها في فرق كبير نعم في فرق كبير من دون المنهجين منهج ان تديري ازمة وان تتوقعي ازمة وبعندك اجهزة رصد وتدعيتها وشكلها جزء من وظيفة هذا الجهاز ولهذا بقدر اهمية المعلومة والمعلومة شيء سميل للغاية خلي بالت الناس بتتصور ان اجهزة المخابرات مثلا في العالم مهمتها انها تتجسس وانها تتابع الناس ده يا عبد 98% من شغل اجهزة المخابرات وهو المعلومات واصل دورها في جمع المعلومة الى استخدام القوة في الحصول عليها بل هذه الدرجة لان معلومة هي التي في الاخر بتديك تقدير موقف ماذا تفعلين بس لو عندك معلومة وعندك تقدير موقف ومعندكش منهج للرؤية وعقل وتفكير ممكن ان تسيء استخدامها او ممكن انك انت لا تستخدمي او لا توضيها بشكل صحيح طبعا يعني معنى كده ان انت بتعاون على الوعي داخل المعلمة داخل المجتمع كمان لان ممكن تكون معلومة بسيطة جدا محدش مقدر مدى خطورتها او اذا ما جمعت مع العديد من المعلومات ممكن تخرج بيها بنتيجة في عمل الامن القومي المسألة مختلفة يعني انا مثلا وانا بعمل تقدير موقف او حد بيعمل تقدير موقف لظاهرة ما لوضع ما بيبقى عندي سيناريو اسوأ السيناريو الاسوأ السيناريو الاسوأ ممكن يبقى نثبته خمسة فنوية لكن في الترتيب المنهجي الصحيح في عمل الامن القومي ان السيناريو الاسوأ يضع في الترتيب الاول انا مش بركتي بالمخاطر بحسب او بقى بركتي بالسيناريوهات بحسب نسبتها لا ايه في حرب اي دا اي قائد سريد دفاع الجوي صغير او بيحط عمر كتاله بحطه فيه انه حيواجه طائرات من على جميع الارتفاعات من جميع الانواع تأتي من جميع الاتجاهات هتستخدم كافة الاسلحة وهذا امر يبلغ درجة الاستحالة بس دا السيناريو الاسوأ لما بيجي يرتب اوضاعه بيرتبه في ضوء هذا السيناريو الاسوأ الاسوأ فشغر الام القوي كده احيانا المسألة ما بتبقاش كده ان السيناريو الاسوأ منهجية ما انت ترتيبه في الاخر على انه السيناريو الاضعف فلما يقع ما تبقيش متحسبة له مهمة جزء من المهمة هزا هو ترتيب هزي السيناريوهات يعني ولهذا العمل الفكري مهم جدا في هذه المسألة نعم العقل الفكري مهم جدا في هذه المسألة لكن محتاج كمان تدفر بود تنظيمية لانه بيتدخل في كذا جهة يعني المجلس الاعلى سيجمع في طيات دوابط للقضاء للإعلام وايضا للخطاب الديني وعندما نتحدث عن خطاب الديني اذا بنتحدث عن فكر وعن ثقافة وعن تقبل الاخر في جميع الاتجاهات كل ده يتم تنظيمه ازاي يعني ايه القدرة الشخصيات اللي ممكن تشكل مثل هذا المجلس الاعلى وتكون قادرة على هذا التنظيم وتوفرانه لمعلومات الكافية وكمان التحرك للتغيير في الجهات دي كلها مهمة هذا المجلس هو بناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب بناء استراتيجية شاملة لا خطوات ولا أسلوب علمي على هذه المحاول كلها لأن كنت ممكن لازم يبقى فيه توافق قديم عناصر الاستراتيجية لازم يبقى فيه أولويات لعمل هذه الاستراتيجية لازم يبقى فيه قواعد منتظمة إلى أخرية دي مسألة هندخل فيها نضع وقت لكن المهمة الأساسية هو بناء هذه الاستراتيجية الوطنية بكل أبعادها بقى السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية إلى والأمنية حتى إلى أخرية أنت بتجمعي كل عناصر الظاهرة في وعاء واحد عشان تتفاعل وتصود استراتيجية هاملة ومجتمع إذا ما فهم حالة الطوارئ بالنسبة للمواطن العادي في الشارع؟ ما هو التخويف الآن؟ يعني فيه عملية تخويف إن حالة الطوارئ؟ في كتبات إن حالة الطوارئ ساء ولهذا شوفيت حالة الطوارئ وضعت في إطار تقدير موقف استراتيجي موجود يتطوب تفعيل حالة الطوارئ تنفيذ حالة الطوارئ ينبغي أن يتم في إطار المهمة أو الهدف المحدد الذي تم تفعيل حالة الطوارئ من أجله ليه؟ لأن ده اللي هيشعر الناس بالأمن فعلا يعني مثلا أطبق مثلا لما يخرج رئيس مجلس الشعب بعد 15 دقيقة من تفعيل قرار حالة الطوارئ ويحيي قضية تيران وصلافير إلى لجنة قانونية كل اللي عايز يقول أن حالة الطوارئ دي شريعت أو فوعلت لا أسباب أخرى لا علاقة لا بالإرهاب ولا بالتهديدات وإنما لفرد نوع من قوة السلطة على المجتمع ممكن أن يجد مبررا في هذا مع إنه الكلام مصحيح فالقصة محتاجة حكمة ومحتاجة توضيح كمان محتاجة سياسة بتواجه شائعات أو بتواجه حتى أراء مغرضة لا هذا العقل السياسي العقل غير السياسي لا أستطيع أن يوضح محتاج عقل السياسي لك أوضح النقطة التالية اللي أنا عايز أقوله والمهم ما نقوله إن الوضع في مصر يعني تصور يعني تشوف الإعلام شغال مثلا على ما حدث في الكنيسة في الكنيسة تين على أساس تشريح الجريمة ما أنه يش مهمته ما يوجد تبقى جزء وهمته فأنت في الآخر بتبعتري بيته وبعثري صورة التهديل بقيت المسألة الكاميرا اللي وقف على الباب ده هو اللي مفجر ولا اللي جانبه ده إحنا لما وقفنا الشريط طلع للفجار وهو ما إنت دخلت في جزئيات فتبت الصورة العامة اللي المفروض توصل للناس فهمها يا فهمها لأ أنا بكلمت باللطة ما هو ده برضو اللي بيصل للإستراتيجية في التناول اللي لا طبعا وحنا هيكون لينا حوار مفصل طبعا عن الإعلام ومسئولياته ومهنياته في ممارسة المهنة لكن كمان الحدث الأكبر كان النهاردة بتنظيم المجلس الأعلى أنا مش بكلم عن التنظيم المجلس الأعلى وهذا جزء من ضبط المنظوم عفنا يعني قدامنا قدامنا الآن اللي أنا عايز أقوله أنا ما يحدث نصر ليس منفصلا عن البيئة الاستراتيجية الموجودة في الأقليم الذي يحدث نصر الآن والتفجيرين ليسوا عملين إرهابيين قام بهنا الشابين قد نسخ أو نسخ عقل كل منهما لا دول مجرد أدوات صغيرة جدا في منظومة كبيرة جدا لأجهزة مخابرات كبيرة جدا فالتصغير من الموقف في إطار أن هناك مخلوقين يعني الواجن الكويت استلمناه بس لما هو صدره أنت بيتفتت الصورة يعني بغي أن يصل إلى الناس فهم أن مصر وقعت مستهدفة باختصار شديد مستهدفة وهي تعيش الآن في بيئة إقليمية ساحنة وملتهبة ومتغيرة ووركعة تحت التهديد كلها يعني مثلا أنا أقولك لما الإسرائيلي برح أقلوبهم بعد الحادث ينقلوا من كل الإسرائيل موجودين في سياة أنا خردوا لأن هناك عملة إرهابية الكبيرة ثم إن جاء الموقف في إيبن وفي صاروخ أرسل أطلق من سيناء على جنوب إسرائيل لما نعرض السفارة الأمريكية على موقع الرسمي قبل ذا القاعق بتحذر الرعاية الأمريكية عن يدخلوا فيه عن اكتربوا من المساجد والكنائس ودور العبادة والأماكن الشعبية العامة ومين اللي بيصير الناس في مصر؟ هو إيه؟ هو إيه؟ مصر عاملة والناس ماشية في الشوارع مصر عاملة وتتنفس السعباء والناس يتجونون في الشوارع وفي الحوانيت وفي السينينات وفي كل مكان فيه تصعيد اليوم أيضا ممنهج بس طبعا السفارة الأمريكية بتقول يرعاياها في غزة خروجوا غادروا غزة فورا فيه دبابات أمريكية وقوات أردنية على حدود سوريا الآن فيه جنوب سوريا تريد أن تصنع منطقة آمنة بالقوى المسلحة هقولك ما هو ما يمكن أن يفهم عشان نفهم لأن الكلام عن إنه ضرب الكنيستين هو ضرب للوحدة الوطنية هذا أقل الأهداف ليه؟ الإنجليز يعرفون تماما السبيكة الوطنية المصرية المتماسكة الإنجليز وهم محتلين ولديهم قوات عسكرية في مصر ومحتلين البلاد ومسيطرين عليه قوات عسكرية لم يستطيعوا في لحظة أنهم يعملوا وقيعة بين المسلمين وبين المسيحيين معايا واجه الإطلاق وهم يعرفون أن هذه إذن فيها أدف استراتيجي أهم من تفكيك هذه السبيكة غير قابلة للتفكيك حاوليك الضربة التي اتوجهتها وضعها سلاحي جولة أمريكي بصواريخ توما هوك إلي المطار السوري المطار السوري 25% من القوى الدولية السورية 25% وهو مطار مو اشترك بين القوات السورية والقوات الوسائى بالتاسعة وخمسين والتمانية الخمسين صاروخ تم اهوك كل صاروخ من الصاريخ دي على فكرة عازل كمهو ما كانتش ضرورية أصلا كل صاروخ من الصاريخ دي في 165 قنبلة عن قدية وصاروخ مخصص لضرب ما لا يدرب بالقناة حاولتك عايز تربط أحداثه أكلهم كلها وقوقتها بأحداث مصر كمان اسمحيي هقول ثلاث حاجات مؤمنين جدا أنا انتبه لهم في ما أزعه الرئيس الأمريكي في ما قاله الرئيس الأمريكي سواء فيه بلاده من كونجرس أو في ما كتبه على موقعهم ثلاث حاجات حاجة الأولى أن الضربة هدفها اضعاف القوى الجوية السورية لما تقول لي أنا جاية حارب الإرهاب وفي قوة وطنية في دولة ما بتحارب الإرهاب مش مفوضة ضعفها سواء تضعفها لعن أنت مش جاية حارب الإرهاب وخصوصا أن هذه القوة كانت بتدرب في منطقة أدود إلا عايزة تستقل نقطة تانية المهمة لما تيجي تقول لي أنا هذا الضربة لخدمة الأمن القوم الأمريكي يبقى أنت بتعود بمفهوم الأمن مرة أخرى إلى الأمن المطلق يعني إذا ما فيش حاجة سمع ردع في المنطقة أمن المطلق يعني تلغي أمن الآخرين الأخطر في النقطة التالتة ودي التي ينبغي أن أضعها لأصبع عيننا تقول تعيد مرة تانية تجديد عامل استخدام القوة بين القانون الدولي وهو العامل الإنساني إذا لو تعثر غير نصري في منطقة هناك عامل الإنسان للتدخل لو كان في سيناء شيء يعني يفتعله الغرب باليقول أن هناك عامل إنساني هنا يستحق انتبته أشتريد دي نفسه ذريعاً أشتريد دي نفسه ذريعاً بتقنيني بالتلت نقطة اللي أنا تقولك بتقنيني قوانين جديدة تصير بتراكمها فاعلة في الأقليم حتى تفجيرات اللي بوها مصر وحتى الإكرار السياسي والاقتصاد والاجتماعي اللي ينبغي على مصر كل ده حلوله إيه؟ تحديات الأقليم واضحة وتصارع الأحداث برضو واضحة معلش أنا فهم أصلى حضرتك لا ينبغي أن يكون لدينا فهم أن هناك تهديئة قادمة في الأقليم الحديث عن تهديئة وتسويات غير صحيحة وحتى التهديئة والتسويات المطروعة هي تهديئة جزئية وتسويات مرقصة أنا في مصر مفروض أتعامل زيادة أنا في مصر أولاً ينبغي أن لا يزعجني ما يعدز في الإقليم لدرجة أن أقرر أن أسحب أطرافي وأن أتصور أن يعني انسحابي إلى الداخل معناها أنني بعيد عن الزلزال لأن الزلازل تتحرك تحت الأرض ده واحد أنا مغروض في قضايا هذه المنطقة وحتى الدربات اللي بتتم أو اللي تمت في سوريا على فكرة تتم فوق أحداثيات الأمن القومي المصري المصري وده مفهوني أنا عندي قواعد الأمن القومي المصري مفعلة مفعلة فهماني أو مش فهماني لهذا الناس اللي كانوا بيتكلموا في أحظى من اللحظات وفي أسابيع قديمة وشهور وما زال هذا الحديث أنتوا بتنفقوا أموالكوا على القوات المسلحة ليه ينبغي أن يكون مفهوم أن ده فهم استراتيجي صحيح ليه؟ لأن قصات حج محدد من التهديدات أن ننتظر أو أن نتوقع أو ننظره في المدى القريب اللي هو السلاريو الأسوأ اللي مفروض يعمل ويعتبر سلع القرار لابد أن تنتجي يكون أنا مش عايز أقف عند نقطتي أنا عايز أتحرك المصريين عايزين نتحركوا لقدام أي مكانة التحديات سواء في الداخل أو في الخارج مفروض على كل فرد إيه المسؤال دعواني أقتن به مصري 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 الموحدة الموحدة مصري المتمسكة بصلابة وحدتها الوطنية هي مصر التي تخرج من هذا الزلزال مصر التي تقف وراء قوتها المسلحة وشرطتها هي التي تخرج من هذا الزلزال أهم شرط في هذا الشرط الجيش بيفعل معها يفعل أكثر مما يتوقع الناس الجيش على امتداد أكثر من عامل ويبني قوة نيران تكافئ التهديدات المنتظرة والمتوقعة لكن شوفي أقولك حاجة مهمة جدا الرسالة بقوة المصريين قوة الإرادة الاستراتيجية التي تطبق مع مصر مختلفة عن باية الاستراتيجية الاستراتيجية المضادة لمصر لأنها الأقوى أنا بسميها استراتيجية تكسارة البندق عليك مش هتقدر تكسر صلابة مصر دون ضغط من الخارج وضغط متعامد من الداخل بإذنها هيحفظها من كل سوق ودايما رفعة تكون لمصر على مر العصور اللي حيحنش بالكلام عن تحدي أخير لكن مصر مر على هكتين مصر مر على هكتين مصر مر على هكتين وده تاريخها الوطني على امدداد سبعة ألف سنة هذا الشعب يدق الأرض بكعامه قدام أي تحدي ويقف الصفوف الأولى ولا يعني شيء إلا وطنه بشكرك يا فندق جزيلة شكر الأساس أحمد عز الدين الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية حواراتنا ما زالت مستمرة الحوار الآخر يتحدث عن سلاح ليس بالقدر الكافي من المسئولية في تلاول بعض الأحداث الأهلام وخطورته وأيضا كيف يفعل كجهاز في مواجهة ومحاربة الإرهام بالاستراتيجية الأمثل في هذه المرحلة التي ليس فقط لنصر تمر بها ولكن أيضا لدول الأقليم كافة عديسي سنتد مع الدكتور عادل صالح أستاذ الإعلام والاتصال السياسي بابن حضر نظرا للدور الهام الذي يلعبه الإعلام في مواجهة الإرهاب والتطرف جاءت دعوة رئيس عبدالفتاح السيسي لإعلام واحد ومسؤول لو سمحتم خلي بالكم من مصر ومن شعب مصر خلي بالكم من مصر وشعب مصر فالخطاب الإعلامي يتعامل مع الموضوع بمزدقية ويتعامل مع الموضوع بمسؤولية ويتعامل مع الموضوع بوعي حتى لا يؤلموا باس الخبراء أجمعوا على ضرورة أن يكون لإعلام دور محوري مهام في استراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب مشددين على أنه يجب أن يكون على مستوى الأزمة وأن يرسم بموضوعية ومهنية طريقه في معلجة القضايا وتغطية الأحداث والأعمال الإرهابية ويرون أن الوضع الذي تعاني منه البلاد في منطع التعقيد والصعوبة ولهذا لابد أن يكون الإعلام على مستوى الحدث ويشيرون إلى ضرورة أن يكون الإعلام شريكا أساسيا في دعم الدولة في استراتيجياتها في مكافحة الإرهاب من خلال التوقف عن نشر الشائعات والتأكد من الأخبار قبل إداعتها ومراعاة مشاعر الناس وتوخي الحظر في المعالجة والتغطيل الأحداث حتى يتم تخطي الأزمة ويأكد الخبراء أن الإعلام في مقدمة الجهات التي لابد أن يكون لها دور في مواجهة الإرهاب وليس مجرد مرآة تعكس الأحداث معضحين أن الإعلام لن ينجح في معركة القضاء على الإرهاب ولا الدولة دون تكثيف مندى الفكر المتطرف ويؤكدون أن الإعلام له دور مهام في خلق حالة الوعي وبناء الوجدان ورفض الفكر المتطرف والتصديله موسيقى 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 mol Fair موسيقى موسيقى ما هو أكتب ما أسهل أنه أحنا نأخذ شورة 1 صورة واحدة وتقدر تتكرر فترات طويلة لان الاسف الشديد انتاج اعلامي متميز وتغطية تشمل عناصر مختلفة منها الحدث ذاته والمراكبين والمشاهدين للحدث وعائلاتهم ومسؤولين وخبراء ربما تكلف القنوات بعض المجهود وبعض الوقت وبعض الفكر وهو ده مش موجود الاسف الشديد فهنا الاستسهال الاعلامي في الانتاج ربما يقود الى تثبيت ملء الشاشة ملء الوقت ملء استعريفة ده مواد ربما لا تحقق الهدف المطلوب منه هذه واحدة السبب الثاني فيما رأيناه هو غياب الوعي الاعلامي نفسه بمعنى انا عزيرتك قصه ترتبط بده ربما تقود الى اللي عز اقول وهو نقص الوعي بالتغطية والتعامل مع الضحايا في هذي الاوقات كنت بننتج تقرير المجلس الاعلى الصحافة هذا التقرير الشهري كان يشير الى بعض الملاحزات انا متعلقة بالاداء العالم و اذا انا حضرتك انا بالصدفة كنت بارشت احد الصحف القومية احد الصحف القومية ولفت نظري ان محرر في الحلادس ذكر اسم حدث اقل من 18 سنة لانه سارق حزاء من المكان ف انا بالصدفة كنت اعرف هذا الصحفي فقابلته على هامش احد اللقاءات فبقل له حضرتك ذكرت اسم حدث خد بالك ان دا مسجل على انها ملحوظة في الاداء بتاعك لان دا ينتهك خصوصية الحدث و بمخالفة مهنية فقال لي انا كنت شعرف اه هنا يبقى عدم الوضوح عدم روحة المساق لفسه وحزاء اعلاني بما هي محددات التعامل مع الضحايا والحوادث دي مهمة جدا الناس المتخصصة في هذا يجب ان تخضع لتدريب مستمر لاني عندنا اكتر من مرحلة في التعامل مع الاحداث المرحلة الاولى هي مرحلة التركيز على الحدث ماذا وقع حقائق ترتبط بصورة تشير الى الحدث لكن هناك رغبة في ملء ذهن المواطن بمعلومات حول الاحداث تفسير وتحليل ورأيين باستدق يعني التعامل مع المخاوف التي ربما تنتج عن هذا الحدث بطلع على مشاعر العائلات وفيه صور جميلة صاحبة هذا الحدث يعني العائلات المسلمة المحتضلة للعائلات المسيحية لانهم اصدقاء والجيران لماذا لم تظهر في الاعلام في اللحظات دي حتى تستطيع ان تنقل مشاعر الوحدة ومشاعر الالفة للمواطنين بدل ما تسكير وفيه مصطلح اجنادي موجود من ساعة بعد ان احنا نوصله للمشاهد نتعيد مرة تانية الم الرؤية الم الرؤية هذا مرفوض في الاعلام ويجب ان نتوقف عنه وذي بقول حضرتك جزء منه قصارة بس الاهم هو الاستسهال لان مفيش رغبة في انتاج لا او حتى لو هي دي المعلومة المتاحة او الصورة المتاحة في وقت ما بيقول حدث لكن فكرة زي محضرتك بتقول ادور على غيرها الايجابي فيه الحدث ومش صورة واحدة الحدث هو مجموع بصور هو الحدث قدام حضرتك دي الصورة دي صورة الحدث ما حول الحدث من رد فعل الاسر ورد فعل الجرام ورد فعل المواطنين للتعامل مفهوم السبق يا دكتور عدل بيت فيهم غلط للأسف الشديد هو السبق فيه التوسيق اللحظة الاولى بس مش في تكرار هذي الصورة ولا في تكرارها هذي ما انت ممكن حضرتك انت حققت هذي السبق باول واحد ازاع هذي اللقطة ممكن تحقق سبق اخر فيه رد فعل فيه طوعية ناس باحتاس اخرى فيه رصد مشاعر الاسر ما دي كلها احنا نحتاجين برضى نعرف من منظور السبق ان الحدث ليس متوقفا ما توقفش عند حالة التفجير فانا هذي اقول حضرتك نحن امام مشهد مأسامي يرتبط بالانتاج الاعلامي وادارة المنتج الاعلامي ثم يرتبط بتسقيف ورفع وعي الاعلاميين الذين يتعاملون مع تغطية الازمات والضحاوة والاحداث العنف التي تحدث محتاجين تشكين المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والصحاف هذا الخبر جيد نحن توقعنا وكنا منتظر من فترات ويمكن في لقاءات متعددة مع حضرتك كنا بنشير الى اهمية ان نترجم مواد الدستور 211,12,13 لمجالس فعالية تقوم بمسؤوليتها انا استفشر خيرا ان ان شاء الله هذه الخطوة المنتظرة ان تخرج لنا باطر مختلفة لضبط الاداء الاعلامي هذه القطر تشمل قطر متعلقة بمنح التراقيص ومنح واطلاق وسائل الاعلام والتمويل والمراقبة والمحاسبة للمخالفات المهنية ووضع المواسيق وتفعيلها لان المساق في حد ذاته لم يضمن اداء اعلام منضبط لكن المتابعة والمحاسبة واعتقد ان دي كلها مهام منتظرها من المجلس استجد فيها بشكل او باخر من خلال الهيئة الوطنية للإعلام او الهيئة الوطنية للصحافة المنبسقة عن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الاعلام الرقمي وخطورة هذه المواقع اذا كنا بنتحدث عن فضاء مفتوح ليس من خلال الاقمار الصناعية بالطبع فقط لكن خدمات الانترنت والمصادر المختلفة انا عندي تحدي مختلف مصدر المعلومة ومن يتحدث ومن يتواصل معه ازاي هقدر اضبط المنظومة دي تحديدا لوسيلة اعلام حديثة خلينا بس انتفئ على حاجة ان كل ما تأخر الاعلام التقليدي في تأدية وظيفته في ملء الفراغ في اعطاء المواطنين للمعلومات كل ما قوى دور وسائل التواصل الاجتماعي هذه الحقيقة يجب المشير لديها وبالتالي اما عشان نتعامل مع وقف الحدود متقلية لازم نأمل مقوي الوسائل التقليدية في القيام تلفزيون راديو صحة المتبوعة وحضرتك هذه الاهمية في الغرب لوسائل التواصل ليست بالاهمية اللي في مجتمع زي المجتمع المصر ليه؟ لان وسائل التقليدية تقوم بدرة تشبع رغبة المواطنين في المعلومات وبالتالي ليس هناك حاجة ليه تغيير فلسفة التواصل الاجتماعي الذي يجب ان يركز على يعني انترتينمنت وتسلية وامتاع الى انه يتدخل يبقى وسيط لنقل معلمات سياسية يبقى مصدر ويبقى مستقبل في نفس الوقت اه للاسف فانا بقول له حضرتك يبقى عشان ندبط هذا الاداء الاول نقاول الاعلام التقليدي عشان يقوم بدوره زي كل دور العالم ما هو موجود فيه طيب هن هتقل الاهمية وتقل الخطورة الاعلام الرقم شوائي ويقل احساسهم باهميته في تشكيل البابلت سفير او المجال العام لان احنا عندين اشكالية هم دلوقتي الناشطين والمستخدمين لوسائل التعاصل الاجتماعي يشعرون بالقوة ربما قوة فوق وسائل العالم التقليدي هذه القوة محتاجة للأول يبرلم على انها ليست قوة حقيقية وان المشاهد وان المستنى وان القارئ يتابع وسائل العالم التقليدي دي خطوة الاولى فهتقل اهميته ويشعر انه يعني له دوره لكن دوره عادي ومحدود جدا في هذا الاتجاه بيقل التفاعلية فيه بتقليد الجذب للوسيلة الاخرى وهو بيتحول بعد شوية الى اطار الطبيعي الى اطار العالمي اللي موجود فيه وهو انه جزء من المجال العام وليس كل المجال العام طيب الحل هل ستستطيع الوسائل التقليدية ان تنافس الاعلام الرقم وبالتالي تجذب وبتحجب نوع من الخطورة اللي انت واقع فيها بكل تأكيد بس بشروط يعني ما هو اه انا عم ازايا بقوله حضرتك انت ما زلت كتلفزيون لكن اه افضلية على كل الوسائل الاخرى لكن بشروط معينة ما هي هزا الشروط الشروط ترتبط بانتاج اعلامي قريب من المواطن قريب من الناس زي ما تقول حضرتك يعني نملأ الفراغ الاعلامي بتواصل مباشر مع الناس بالنزول للشارع بتوفير امكانيات للمراسلين والاعلاميين انهم هم ينتجوا حاجات تعبر عن الشارع وحاجات فيها مصداقية وحاجات فيها يعني صورة حقيقية لما يحدث في الشارع دي شروط للتلفزيون قص على ذلك الازاعة محتاجة تتقدم برامة خدمية اكتر محتاجة تتفاعل اكتر مع المواطنين وعاز اقول لحضرتك انتاجها اسهب وعاز اقول لحضرتك خبر كويس ان الازاعة اكتبت الى حد ما في الفترة الاخيرة دي التغيير الذي حدث فيه بعض البرامة والتفاعل المباشر مع المواطنين ان تكتذب كثيرا من حتى الفئات الشبابية والمثقفين الى حد ما وده خبر كويس يبرد على ان الاهلام التقليدي ما زال ممتلك الانتشارها كمان بقى بالشكل الاوسع الريادة رجعت يمكن مرة تانية الاسير له سحره ولو نوع من التواصل مع الناس ويمكن فرض علينا ظروف الحياة اليومية والتكدس في الشوارع المختلفة ان على طول الناس بأتفاقها الانتصار بشكل اكبر لكن لما باتكلم عن وسائل الاعلامية دكتور عادل دايما بنتكلم عن الملكية وتدخلها اساليب التمويل واين هي هذه المصادر التي تمول منها الوسيلة الاعلامية وكيفية تدخلها في سياستها التحريرية القضية دي شائكة وبتمثل اعلام الخاص تحديدا خلينا نكون صرحة اعلام الدولة معروف مصادر تمويله معروف سياساته الى حد كبير جدا ان هو بيصير في اتجاه الدولة والمواطن والجمهور ما بيدورش على ربحية ما بيدورش على صدق على حساب جذب اعلامات كل هذه الامور معروفة ازاي الضبط؟ طيب زي ما قلنا احنا عايزين نقلب من خطورة واعتماد المواطنين على الاعلام الالكتروني وبالتالي عايزين نقول الاعلام التقليدي بنفس المنطق خطورة الاعلام الخاص تتمثل فيه ان الاعلام اعلام الخدمة العامة اعلام الشعب اعلام المواطنين لا يحقق نفس الميزة التنافسية مع الاعلام الخاصة فانا من يوجد اتنظر لا بديل الا تقوية الاعلام الخدمة العامة وبس الروح فيه واعطاء ثقة الملوك للدولة الملوك للمواطنين دولة للأسل الشعب لا الدولة مش معناه ان انا نسان حال حنقولش حكومة حنقول للدولة دولة المصرية عايز ان اقول اعلامي انت الاعلام النمواطن انت بتدفع تكليفته وبالتالي احنا عايزين الحكومة وعايزين كل المؤسسات الدولة تساند الاعلام القومي تساند الاعلام الدولة عشان نقدر نقلل من سهيمنت وسيطرت القطاع الخاص على الإعلام زي ما بقول لحضرتك إحساس الإعلام الخاص بأنه يشكل الأجند وأنه يؤثر هو مش حينقدر نتحكم فيه ونضبطه لأنه يشعر أنه يسيطر ويشعر أنه يقول نحن لن نستغني عن القطاع الخاص ولا الإعلام الخاص لأنه فاعل ولأنه بصراحة سيعطي تطوير الكثير من الأداء الإعلامي حتى وإن كان اعتمد على مزيئين زي حضرتك وزملاء كثيرين تركوا الإعلام القومي للعمل في القطاع الخاص لكنه وفر لهم الإمكانيات المادية ووفر لهم الأدوات التي تساعدهم على إداج إعلامي أفضل فأنا شايف فأنا شايف أنه شايف دوابط أنا شايف أن الأول نقوم إعلام القوم بما يحقق التوازن في الساحة الإعلامية لأن للأسف الشديد خلينا نكون صراحاء ليس هناك توازن في الساحة الإعلامية وهناك سيطرة من القطاع الخاص والإعلام الخاص على الأجندة وعلى تشكيل الرأي العام المصري وهذه الخطورة يجب أنه التفت له ودايما بنكرارها وأنا مش ضد القطاع الخاص ولكن في كل الدول التي حققت شكل من أشكال التوازن في ما بين الديمقراطية والحريات والنور المجتمعي والتجارب الغربية موجودة في هذا السياق عملت مهمة التوازن بين أن يكون فيه إعلام قومي وإعلام دولة وإعلام مواطنين قوي قائد مسيطر بشكل أو بآخر وبجانبه الإعلام الخاص هو ده اللي هيخليني أبدأ طالما رفت أفرز وسيطر على الأداء العالمي يبقى هنا محاسبة ومراقبة وتطبيق الضوابط هيكون أسهل شوية بالنسبة لي لا وفكرة برضو علشان نوضح المراقبة مش معناها التقييد خالف لا حرية تعبير ولا حرية الرأي أو أي من هذه العبارات التي توصل ده مصطلح في الإدارة ويتعلق بمتابعة الأداة مراقبة الأداة لمصلحة الجنية لمصلحة الواطن لمصلحة صاحب المحطة لمصلحة الإعلامي لمصلحة كل أطراف العمل الإعلامي وفي الآخر الهدف منه التطوير والتحسين وحقق هدفي وفق التحديات التي أعيشها دلوقتي لكن عندما أتكلم عن الإعلام أنا لا أتكلم عن الإعلام الداخلي أنا كمان مفروض أتكلم عن الإعلام بيصدر صورة سليمة للإيجابية اللي بتتم داخل الدولة عادي رأي حضرتك في وسائل الألم اللي بتخطب الآخر أو بتخرج للخارج أنا للأسف حزين ليه حزين عندنا كمية طبقات ومشروعات لم تظهر بالشكل الكاف فإحنا محتاجين محتاجين جهاز محتاجين إدارة محتاجين وحدة يبقى كل هدفة زي الحديد بتقولي فهم الآخر هو بيشوف إزاي وعايز يشوف إيه ومين التربط وحداتك قلت التربط جروب أو الجمهور المستعدة وإيه هي مداخل إقناعه لأن دي كلها حاجات مهمة لو جينا لجمه الخبراء وعكفوا على وضع إطار محدد لكيف يتفن مخطط الآخر بس مستجاية واضحة بأدوات واضحة بقالية واضحة بخطة بالمراقبة والمتابعة والتقييم والتطوير أعتقد هيحصل فرق كبير جدا ولو يقل الأمر ليه يعني محطة لوحدها حتى ملهاش مجلس استشاري أو ملهاش سينك تانك جروب بتحط هذا السياق اللي بتشتغل فيه فأنا باتفق معاك تماماً وأنا يا ريت بضم صوت لصوت حضرتك في ضرورة التهويل على أننا لا نخاطب أنفسنا ولكن أيضاً أن تمتد رسالاتنا الإعلامية لألقاء الموماً إحنا منتظرين القوانين المنظمة لمهام المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام والصحافة وطبعاً إعلام والهيئة الوطنية للصحافة ممكن هتخرج لنا بإجابات كتيرة لعدد من علامات الاستفادة نأمل ذلك إن شاء الله أنا بشكر حضرتك جزيلة شكراً لدكتور عادل صالح أستاذ الإعلام والاتصال السياس شكراً يا شكراً شكراً انتهت هذه الحلقة في من القاهرة غداً فريق عمل آخر نتابعة قناتني للأخبار دائماً مستمرة معكم على مدار الساعة إلى اللقاء